منيسبة التينشوكي هذا الكوشني هذا معروف بدأت في 2014 في منطقة ديال الجديدة وانتشرت ووصلت لمنطقة ديال سيديفني جوجة المناطق مهمة في إنتاج الهندية والتينشوكي منطقة ديال مراكش في النواحي ديالرحامنا والمنطقة ديال ايتبا عمران في إقليم سيديفني للأسف هذه الحشرة قضت على المنتوج الوطني باستثناء المجهود اللي قاموا به بعض الفلاحة في المناطق ديالهم طبعا بمساعدة المصالح ديال اللونسا اللي عملت واحد المجهود كبير لكن ارتفاع درجات الحرارة إلى غير ذلك كان يشجع هذه الحشرة على أنها تتكاتر وبعض الأحيان تقصد المنازل ديال الناس خاصة بالليل المنكي وهذا شيء يدرها بالرغم من المجهودة الكبيرة جدا اللي قامت بها المصالح ديال المكتب الوطني السلام الصحية قدرت أنه تطوق جزء من طبعا مجهود مشترك مع السلطة المحلية مع التعاونيات اللي بالمناسبة مع الفلاحة أيضا اللي عملوا واحد المجهود كبير جدا على مستوى المنطقة ديال رحمنا وديال سيديفن يقدروا بعض المناطق انهم الحمد لله انهم مضيش بدأت مباشرة بعد ذلك بدأت وزارة الفلاحة تشتغل على واحد جديدة يعني أصناف جديدة مقاومة لهذه الحشرة هذه الحمد لله توصلت الثمانية ديال الأصناف جديدة تم غرسوها في مجموعة المناطق وعطت نتائج مهمة جدا على مستوى منطقة ديال منطقة ديال ديال سيدي بالنور بدأت العملية منطقة دمراكش بدأت العملية الآن في سيديفني بدأت أيضا العملية في جوجة ديال جامعة ديال سبوية وجامعة ديال مستيلة لأنه من أكبر جامعات المنتجة لهذا المنتج تقدم ديال الورشة مزيان لكن خاص مزيد من الاستثمارات لأنه والحد الآن كل هذه الاستثمارات تقوم بها الحكومة الحكومة هي لك تدير الرشاج وهي لك تدير الغرس طبعا بمساعدة تكتلات المهنية إن شاء الله في السنوات القليلة المقبلة سوف يعود لمنتج الوطن إن شاء الله إلى مستوى الطبيعي شكرا لكم ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد بارتاجي الفيديو اللي عجبك ودرجم نطلقاو في خبر آخر دي معلى قناتكم المنصة شكرا